سبع اشياء ليست من واجبات الزوجة ويعتقد الكثير انها من واجبات الزوجة بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور احمد راجب فيديو جديد اول حاجة خدمة ابو الزوج او ام الزوج ده مش واجب على الزوجة واجب على الزوج لا تخدم زوجها قال الشيخ ابن عثيمين ولا يجوز للرجل للزوج ان يلزم زوجته بخدمة امه او خدمة ابيه هي عملت كده جزاها الله خيرا ما عملتش لا تلام علاش اي لوم في ذلك اتنين الانفاق في البيت ده مش من واجبات الزوجة الزوجة ليس لها ان تنفق مليما واحدا في البيت الانفاق كله على الزوج هي لو برضو ساعدت وساهمت قطر خيرك منقول لها شكرا لكن منقول لاش ده انت مجبرة على ده ليست مجبرة وليس من واجبات الزوجة ذلك ثلاثة العمل خارج البيت ساعدت الزوج بيبقى طامح ان ولاده بقى يخشوا مدارس خاصة ويجيب عرباك ويسا قولها نزلي بقى اشتغلي علشان ايه نعمل لا مش ملزمة بطاعة زوجها في ذلك لو هي نزلت بضوابط شرعية ماشي انما اجبار ليس من حقيقة ان يجبرها على ذلك لان هو المسؤول الاول عن الانفاق عايز تعيش عايش على قدك نفسك في طموحات ورينها يعني ايه اكتهد انت مقدرتش خلاص عايش على المستوى لربنا ادهو لك انما تجبرها على العمل ده مش من حقك وليس من واجبات الزوجة ان هي تشتغل برا البيت رضي يدي حاجة تانية بالضوابط الشرعية اربع عدم طلب والطلاق لضعف الزوج ساعات ستات كتير زوجها بيشرب مخدرات وما بقاش يشتغل وما بيصرفش على البيت الست تقول لك انا منفعش اطلب الطلاق لا ينفع تطلب الطلاق حبيت تقفى معا وتسنديك اترخيرك برضو لان ما بيتكلم على الواجب هل ده شي يستدعي الطلاق نعم لان هو النهاردة ما بينفقش انت اللي حضرتك تنزلي وتشتغل وتربي العيوة وتعمل كل حاجة عايزة تحتسب الاجر وتصبري معاه كان بها لكن اجبار وانك مش قصيلة وانك ستت وحشة وانك حرمتك لا مش حرام يعني هو بيشرب مخدراته ومش بينفق على البيت بالعكس كمان من حقك تطلبي الطلاق لو زوجك مش بيخلف مثلا وانت نفسك في اولاد او زوجك مش قادر على المعاشرة وده بيفوت حظك في الاستمتاع يبقى لا من حقك حبيت تصبري وتعيشي وتلمي الدنيا شكرا احنا بنتكلم على حرام وحلال خمسة الرضا بكتابة الاشياء باسم الزوج الاشياء اللي زي البيت والعربية يعني ساعات الزوج الست تخش جماعية والزوج يخش جماعية ويشتروا مع بعض شقة شقة جديدة بدل اللي هم مؤجرينها فتتكتب باسم الزوج ليه يا جماعة من حق الزوجة يكتب باسمها برضو مش هي دفعت نص الشقة يبقى لازم يتكتب باسم الاتنين الست في الاسلام ليها ذمة مالية مستقلة حدش يقول لها لا انت ملكيش فلوس فلوسك كلها في البيت لا ليها فلوسها ولازم ميتها المالية ولما تشارك في حاجة تكتب اللي هي مشاركة في الحاجة دي برضو لو رضيت يبقى خطر خطة ستة عظيمة جدا بس مش اجبار برضو اشتريته عربية وهي مسامة فيه ان شاء الله بعشرة في المية يكتب حقها في العشرة في المية ده حق اهل مالي المحفوظ لها من قبل الشرع ستة اعطاء الشبكة ده مش من واجبات الزوجة لا تدي الشبكة لزوجها زوجها عايز يعمل مشروع براحتك بس مش من الشبكة بتاعتي دي بتاعتي ملكي لا الزوج ولا ابو الزوجة ولا اي حد من حقه يعني يستو او يستولي خلينا نقول يستولي على الشبكة من دون حق من دون اذن الزوجة الشبكة بتاعتك حبيتي برضو عشان تستي كويسة بتوفي مع زوجك كنابي لكن اجبار مفيش اجبار اخر حاجة القبول بالسكن مع الاب والام ساعات الزوجة بتوافق مفيش فلوس دلوقتي يقول لها لو تحسنت حالتنا هننقل شقة الوحدينا بس هنقعد دلوقتي مع ابو يا امي وظروف تتحسن وديجي تقول له يالا نيني الليقول لك لا ما قدرش ما سيبش ابو يا امي لا حضرتك بر ابوك وامك زي ما انت عايز بس في الاسلام من حق الزوجة انت استقلة بمسكن اه هي اتفقت بشرط انك تتحسن ظروفك اتحسنت يبقى تجيب لها شقة لانت حقها برضو جي رضيت وقالت لها خلاص نقعد عشان ده اسهل على البر لوالديك فالحمد لله نقولها شكرا لكن مفيش اجبار ولا الزام لان ده مش من واجبات الزوجة دعم الفيديو بشير ولايك ومنت شرف القناة شو كل مرة الجاية والسلام عليكم